موسيقى مساء الخير دائما ما يكون الطفل المدلل هو الخارق للقواعد المنزلية وهو حال قصد طفلة أمريكا والتي تقوم بكسر عقوبة واشنطن الاقتصادية على نظام أسد دون أي اهتمام لانزعاج واشنطن خاصة في مجال النفط إذ أن آخر ألعابها تقوم على تسليم أبار النفط بدير الزور لمدنيين يعملون باستخراج هذه الثروة الباطنية وبيعها لاحقا للنظام أسد عن طريق وكيله حسام قاطرجي فحسام قاطرجي المفروض عليه عقوبات أمريكية قبل أيام بسبب توريده النفط لنظام أسد تستمر شاحناته بالذهاب والإياب أمام الدوريات الأمريكية بين شرق نهر الفرات وغربه بينما قوات التحالف وقائدتها أمريكا لا تحرك ساكن انتجاهه كما عهدها قاطرجي عندما كان الوسيط النفطي بين داعش ونظام أسد في السنوات الماضية وبعد قرابة تسعة أعوام من الطرق البداية لاستخراج النفط يبقى المدني المقيم في الجزيرة السورية المتضررة الأكبر من جميع النواحي الاقتصادية والصحية والبيئية كل ذلك يدفعنا للتساؤل عن أهمية الآبار التي سلمتها قصد لأفراد عاديين لاستخراج النفط والكميات التي يمكن أن تنتجها وما هي الكميات التي يقومون بتسليمها لحسام قاطرجي والكميات المكررة محلية وكيف تتقاضى قصد الأرباح من آبار النفط ولماذا لا تقوم باستثمارها هي بنفسها وما هو سر الصمت الأمريكي عن التجارة النفطية بين أسد وقصد أم لأمريكا مصلحة بما يجري ولماذا لا تقوم قصد بإنشاء محطات معالجة للمياه والرواسب الناجمة عن استخراج النفط ألا تطرح نفسها كقائدا مسيطرا على شمال شرق سوريا أم لا يراها السكان سوى على بيدر جني الأرباح والدولارات وماذا سيحل بالمدنيين في ظل الطرق البدائية لتكرير النفط واستخراجه وهل من الممكن أن نرى جزيرة سورية وحوض الفرات غير صالح للزراعة في المستقبل القريب بسبب هذه الممارسات هذا ما سنناقش في هذه الحلقة من هنا سوريا أهلا بكم أهلا بكم مجددا بدأ أفرادهم باستخراج النفط من حقولا بمحافظة دير الزور بموجة بعقودا مع ميليشيا قصد المزيد في التقرير ونعود للنقاش ضاربة عقوبات قيصر الأمريكية بعرض الحائط تقوم ميليشيا قصد بتسليم أبار النفط في محافظة دير الزور لأفراد مقابل مبالغ مالية لاستخراج النفط بطريقة بدائية وبيعه لنظام أسد الخطوة الجديدة لميليشيا قصد تعفيها من تكاليف استخراج النفط وصيانة الآبار والمعدات المستخدمة هذا من الناحية الاقتصادية في وقت تعتبر محاولة من قصد لتبرئة نفسها سياسيا أمام حليفها الأمريكي الذي يفرض عقوبات اقتصادية على نظام أسد بموجب قانون قيصر الذي دخل حيز التنفيذ شهر حزيران الماضي فقصد تسمح لقاطرج بنقل النفط من المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى مناطق أسد عن طريق المعابر النهرية على طول نهر الفرات إضافة إلى الطريق البرية المستخدمة أساسا في محافظتي الحسك والرقة وحتى الآن لم تعرف كمية النفط المستخرج من أبار دير الزور وخاصة الصغيرة منها وطريقة تقاسومه بين نظام أسد وقصد فعلى سبيل المثال كانت أبار الحسك مقسومة إلى 65% كحصة للنظام و20% لحزب الانتحاد الديمقراطي والباقي لقبائل عربية تعمل في مجال حماية النفط وذلك بحسب تقرير لوكالة الأناضول التركية الرسمية نشرته عام 2017 ومع هذه الكميات الهائلة من النفط يبقى سكان دير الزور الضحية نتيجة طرق الاستخراج البدائية للنفط وخاصة بقايا المياه المستخدمة في عملية دفع النفط من الأبار حيث تحول إلى نهر الفرات الأمر الذي يتسبب بيباس المزرعات وانتشار الأمراض الخطيرة بين الأهالي لا أعلم شيء أقول لك العملية أهلا بكم جميعا أبدأ معك أستاذ سعد ما هي تبعات تسليم قصد أبار النفط لمدنيين على الصعيد السياسي وأيضا على الصعيد البيئي تحية لك وأستاذ المشاهدين والضيوفك الكرام تسيطر قصد تقريبا على أهم موارد النفط والطاقة بشكل عام في منطقة شرق الفرات نحن نتحدث هنا على أكثر من 70% تقريبا من إنتاج سوريا من النفط هو في منطقة شرق الفرات حيث تسيطر عليه قوات سوريا الديمقراطية الحديث عن ثلاثة حقول أساسية حقل العمر النفط الذي يعد تقريبا هو أهم وأكبر حقول النفط في سوريا وبجواره تقريبا إلى الشرق بنحو 10 كم يوجد حقل التنك وأيضا هناك الآبار المنتشرة تقريبا في ريف محافظة الحسكة تحديدا هنا نتكلم عن الرميلان والهول تنتشر في هذه الحقول عشرات بل ربما مئات الآبار بعضها خامل خلال السنوات السابقة حصلت عمليات إنتاج سيئة دعني أوصفها هنا أو عمليات غير هندسية تقنية ما أدى إلى عملية ما يسمى قتل الآبار فيما تزال بعض هذه الآبار تنتج النقطة الأساسية هنا أن الآبار التي تقع ضمن جغرافية هذه الحقول أي التي تقع ضمن ساتر هذه الحقول تقوم قصد بنفسها بإنتاج هذه الآبار بما يسمى هيئة الطاقة داخل الإدارة الذاتية أما الآبار التي تبعد عن هذه الحقول وهناك حقيقة آبار تبعد ربما عشرات الكيلومترات عن هذه الحقول تم تسليمها أو تضمينها لشخصيات مقربون أو موالون لقصد معظم عمليات الإنتاج التي تتم خارج الحقول أو حتى بعضها داخل هذه الحقول هي عمليات إنتاج غير نظامية عملية إنتاج البترول تحتاج بشكل جدا كبير إلى آلية هندسية معينة إلى طاقم مهندسين وإلى معدات هندسية كون أن التبعات والمخاطر البيئية جدا كبيرة جدا جسيمة لا يمكن الاستهانة بها شاهدنا ما حصل خلال سنوات سابقة في العراق بان الحرب العراقية عن عمليات إنتاج للآبار والحقول بطريقة بداية وبطريقة غير هندسية وتقنية سيئة وشاهدنا ما حصل من تلوث بيئي هكتارات بشكل كبير في العراق لم تعد صالحة للزراعة بسبب عملية هذه الإنتاج وأيضا ما يحصل الآن في سوريا هو مثال مشابه لما حصل في العراق هذه المناطق في شرق الفرات هي مناطق زراعية بامتياز تعتمد حتى سوريا على منتجات هذه المناطق وأتكلم هنا تحديدا عن القمح وعن الشعير عملية هذا الإنتاج يخرج مع البترول يخرج ما يسمى بالمياه المرافقة يجب معالجتها بطريقة هندسية يجب إعادة حقنها ضمن هذه الآبار لسببين السبب الأول أن هذه المياه ملوثة مشبعة بالمواد المشعة بشكل جدا كبير وبالتالي يجب أن تعود لذات البير لأن خطرها على البيئة بشكل جدا كبير وأيضا هناك سبب تقني هندسي بحث حيث أن الكتلة الحجمية للماء هي أثقل من كتلة النفط وبالتالي عملية حقن الماء يعني ينزل الماء إلى قاعة البئر وبالتالي يعيد دفع النفط إلى السطة هذه المشكلة حقيقة في منطقة شرق الفرات تتفاقم بشكل جدا كبير وإن لم يكن هناك تغيير هندسيا في عمليات الإنتاج هذا يعني أننا مقبلون على كارثة بيئية لا أعتقد أنه بالإمكان السيطرة عليها إذا ما تم الوضع على ما هو عليه من أبار النفط لمدنيين غير مؤهلين لاستخراج النفط بشكل يتناسب مع القواعد لاستخراجها هل تعتقد بأنها لاحقا ستقوم باتباع هذه الأنظمة والقوانين لاستخراج النفط بأشكال غير مضرة للبيئة وأيضا تحقق حالة من التوازن يا سيدتي مصلحة النفط والبترول وأيضا الغاز هي مصلحة مبنية على دراسات هندسة بشكل كامل ودراسة بشكل كامل لا يمكن لأي شخص مهما كان لديه خبرة ومطلع على موضوع النفط وعمل حتى في هذا المجال أن يؤدى المهمة بشكل مهني وبشكل جدا تقني مصلحة النفط تتطلب خبرات هندسية وتتطلب معدات هندسية لذلك أي خلال في عملية هذا الانتاج تقنيا مهندسيا أتكلم يعني بالضرورة أن يكون هناك تبعات كارثية بيئية على الموضوع أعتقد أن قسد تريد تستخدم هذا النهج هي في محاولة منها للكسب المالي السريع هي لا تريد أن تستجلب معدات رغم أن هناك كثير من الشركات حصرا أمريكية تحديدا هنا عرضت خدمات على قسد مقابل عقود معينة لكن ذلك يعني أنه هو تقليل من المردود المالي لقسد فهي تضمن هذه الآبار لشخصيات مقربون وعلوم مقابل قسد نعم يعني عند الحديث عن الكسب المالي السريع دعني أنقل هذه النقطة للأستاذ سامر المحلل الاقتصادي ماذا تحقق قسد من هذا الكسب المالي السريع؟ تحياتي لك سيد أحلام وتحياتي لزيوفك لأستاذ المشاهدين أبل ما جايب على سؤالك خليني أكد على نقطة وحدة بأن قسد هي الإبن الشرعي لهذا النظام وتتطابق لذلك تتطابق تصرفات قسد مع تصرفات نظام دائما غالبا ما كان دأب النظام للهروب من مشاكل الاقتصادية بطرح هذه المشكلة إلى القطاع الخاص يعني هي مو قسد بتاكرتها هذا النظام بتكريه من تسعينات من وقت ما أصدر قانون الإستثمار رقم عشر لعام 1990 شو بيسفاد النظام من هذا الموضوع؟ والعام والآن نفس الشي قسد بيدرب مثل ما أقوله ثلاث عصفير بحجر أول عصفور أنه هو بتخلص من أبق مشكلته اثنين يتبرأ النظام من أول قسد طبعا بتحصيل حاصيل يتبرأ من الآثار الناجمة عن تلك المشكلة العصفور التارت هو إفادة رجالات النظام اللي دائما بتنطرح أسماء جديدة يعني مثلا مثلا آخر أزمة أزمة الخبز شفنا تكامل كيف هي لأبن خلطة لأسماء نسان فالقصد الآن تطابق تماما النظام الآن فقط على تقريركم كمان بدي أعليق قبل ما جاوب أنه موضوع أمريكا أمريكا ليست دولة جمعية خيرية أمريكا تلعب ضمن مصالحها نعم قصد الإبن المدلة لأمريكا نوعا ما ولكن هناك تقصير بموضوع إيصال هي بتعرف يعني هي بتعرف لكن لا أحد يشتقي لا أحد يوصل الرسالة صح للأمريكان نحن نعرف أنه هي بتعرف ولكن نقول للمسأل الطفل اللي ما بتردعه لذلك هناك تقصير من ما يسمى حكومات المحارضة بهذا الموضوع نرجع لسؤالك ماذا تستفيد قصد قصد سرقت حقيقة نفط الشعب السوري وتستفيد منه من خلال بيعه من خلال رجالات النظام أمثال مثل ما جاء تقريكون حسام قاطرجي الذي يهربه للنظام وتستفيد من ثمن هذا النفط المسروق في تطوير إمكانيات العسكرية يعني يا ريت أنا كمواطن سوري ابن المنطقة بقول أنه إذا كانت قصد عم تستفيد من العوائد بتطوير المنطقة بنية تحتية خدمات بقول ما علش ما في مشكلة ولكن أولاد المنطقة أصحاب النفط الحقيقيين طبعا الشعب السوري كله أصحاب النفط لا يستفيدون المستفيد الأساسي هم جماعة قنديل يعني حتى يعني حتى بشيكون واضح صريح ليس الأكراد هم جماعة قنديل أنا بحب سميهم قنديلين يعني هذا تحديدا ما كنت أرغب بسؤالك عنه إلى أين تتجه هذه الأموال التي تقوم بقبضها قصد بعد تضمين أبار النفط لمدنيين مكان ما كانوا يتوجهوا مصاري بس الأسد وبشار الأسد ومهر الأسد وشميح الأسد يعني إلى تكديس الأموال عند أشخاص قصد هي نظام مثل ما تلك الأبن الشرعي نفس ما يتصرف النظام نحن من سنة السبعين من وقت ما استلم هذا النظام والأموال تهرب إلى أحسابات خاصة إلى ممات بس الأسد من كشفة الأموال التي من نمسا فهناك رجالات من قنديل يتحكمون بقصد وبالمناطق شمال شرق سوريا لذلك الأموال هي تذهب لرجالات قنديل نعم طيب أستاذ صهيب اليوم يعني بالحديث عن الولايات المتحدة وأيضا عن التحالف المتواجد في المناطق التي تسيطر عليها ميليشيات قصد يعني ناقلات نفط القاطرجي على أعين التحالف وأيضا على أعين ميليشيا قصد تقوم بالتحرك بين مناطق النظام ومناطق ميليشيا قصد لماذا لا تتحرك باتجاهها التحالف الدولي ولماذا لا تتحرك أيضا العقوبات الأمريكية باتجاه قصد سؤال مهم جدا طبعا بداية أن أحييك أستاذ أحلام وأستاذ المشاهدين وضيوفي كرام طبعا عدة نقاط كنت أستمع وسجلتها من أجل إجابات وافية من ضمنها إذا سمحت لي طبعا لما وجدت هذه النقاط سوف نعرف لماذا تتغاضى الولايات المتحدة بالنسبة لنقطة ذكرها الضيوف وهي موضوع إلى أين يذهب أو تذهب عائدات النفط تذهب بشكل موثق طبعا وهذا موجود ضمن وثائق إلى قيادات حزب العمال الكردستاني البكيش وهذه عليها وثائق طبعا هل تستثمر قسد هذه العائدات المنفطية في خدمة المنطقة وتطوير الخدمات فيها بالطبع لا وهناك مظاهرات عدة واحتجاجات شعبية مرة حتى اليوم منذ أشهر وحتى اليوم تثبت أنه الأهالي متضررين ولم تصلهم أي نوع من أن أستاذ صهيب واجهت مشكلة بسماعك بشكل واضح ويعني لكي نستثمر هذه الإجابة ونصل إلى نقاط حقيقية سأترك فرصة للزملاء للتعامل مع هذا الخلال الفني وأعود إليك بذات السؤال أستاذ سعد اليوم ما هي أبعاد استثمار النفط في مناطق سيطرة ميليشيا قصد من قبل مدنيين وبشكل غير حرفي لا يراعي القواعد الأساسية لهذا النوع من الاستثمار في الوقت الذي تذهب أيضا أموال الاستثمار لقادات قنديل ولا تنعكس على المنطقة بأي خدمات نعم بالدرجة الأولى لهذا الموضوع كما أسلفت هناك تبعات بيئية جدا خطرة وهنا أؤكد على هذه النقطة سيدتي لا يمكن الاستهانة بهذا الموضوع نحن نتكلم عن بقعة جغرافية مهمة في سوريا تعد تقريبا هي السلة الغذائية والزراعية لسوريا عندما يتم إنتاج النفط بهذه الطريقة البداية فهذا يعني تماما أننا نقضي أو يقضى تدريجيا على هذه السلة الزراعية المهمة من سوريا أيضا هناك إشكالية قد يولد هذا الموضوع الكثير وأنا وثقت شخصيا الكثير من الآبار تم إنهاؤها بشكل كامل ما يسمى بعملية قتل ألبير وهذه لا يمكن بأي وسيلة تقنية حديثة لا يمكن إعادة الإنتاج وحياء ألبير من جديد كثير من الآبار يعني لنكون صورة أوضح عن هذه العملية ما المقصود بعملية قتل ألبير نعم آبار النفط في سوريا يتراوح أمق ألبير تقريبا من أربعمائة متر بعضها يصل إلى أكثر من أربعة آلاف متر أي أربعة كيلو متر تقريبا مربع يتم حفر هذه ألبير بطريقة هندسية معينة ويوضع داخل عمق هذا ألبير ما يسمى بالصمامات عملية فتح وأغلاق الصمامات تتم بطريقة هندسية تعالج خارج ألبير في ما يسمى وحدة التحكم أو وحدة السي بير هذه لا يمكن يتعامل معها إلا مختصون مهندسون أو فنيين النفط عندما يتم التعامل بها من قبل مدنيين يجهلون حقيقة إنتاج النفط فغالبا ما تتم هنا عملية تفجير داخل هذه الصمامات أو فتح هذه الصمامات لا يمكن إغلاقها إلا عن طريق هذه الوحدة بهذه العملية وحدة الإنتاج بهذه العملية يعني تم قطع الوصل هندسيا إن صح التعبير بين هذه الصمامات التي هي على عمق مئات أو بعضها آلاف الأمتار داخل الأرض وبين هذه الوحدة وبالتالي هنا يكون البئر ما زال يحوي في مكمنه البترولي على كميات كبيرة من النفط لكن لا لن يتم إنتاجها واستخراجها وتحصل أحيانا مشاكل تقنية جدا كبيرة بعضها يصل إلى عمليات الحرق كما نشاهد دائما بانفجار الآبار هو سبب غالبا سبب هذه العملية هو الخطأ التقني أو الخطأ الهندسي لا يمكن السيطرة عليه ولا يمكن معالجته وللأسف هناك بعض هذه الآبار المهمة التي تحوي ضمن قراءات هندسية تحوي كميات نفطية جدا كبيرة لكن نتيجة عملية هذا الاستخراج الخاطئ تم قتل ألبير بهذه الطريقة وهنا انوصفت الحالة بشكل أكبر قسد ضمن الإدارة الذاتية وخصصت ما يسمى إدارة الطاقة التي تدير حقول النفط وعمليات إنتاج النفط تبدعي لدارة ذاتية أنها تمتلك مقاومة جدا كبيرة تبعات هذه العبليات هي معقدة جدا وأيضا انعكاسات على مدى طويل من الزمن أعود إليك أستاذ صهيب على الواقع السياسي للمنطقة وأيضا على واقع العقوبات لماذا لا تتدخل الولايات المتحدة الأمريكية الراعي الرسمي لميليشيا قسد في وجه ما تقوم به نعم بداية طبعا أعتذر على الخلال الفني الذي حصل لكن بالنسبة للنقاط التي ذكرها الضيوف أين يذهب النفط يذهب باتجاه الجبال قنديل قيادة حزب العمال الكبردستاني وهذا أمر موثق أحد الضيوف الكرام استفسر عن ما إذا كانت قسد تقدم الخدمات بواردات النفط بالطبع لا الإجابة طبعا واضحة عبر التظاهرات والاحتجاجات المستمرة في المنطقة من السكان أيضا نقاط عدة مهمة وهي أن هذه المنطقة وبالنسبة للولايات المتحدة تحديدا لماذا تتغاضى كان هذا هو السؤال بصراحة يعني عبرت الولايات المتحدة بتصريحات رسمية عن استراتيجيتها الاقتصادية في هذه المنطقة عن طريق رئيس الأمريكي المنتهي ولايته دونالد ترامب وأيضا عن طريق وزير الدفاع مارك إسبر عندما تحدثوا بتصريحات واضحة أنهم من ضمن مخططهم الهيمنة على أبار النفط والموارد الطاقة في هذه المنطقة كهدف أيضا من ضمن مجموعة أهداف يعني بالطبع الأهداف الاستراتيجية هي بدرجة الأولى بالنسبة للولايات المتحدة لكن هذا أيضا هدف وقد ينافي هذا الشيء بعض التحليلات التي تقول أن الولايات المتحدة ليست بحاجة إلى موارد نفطية لكن الحقائق والتوثيقات تثبت العكس خاصة عندما نتحدث عن قاعدة حق العمر التي تعتبر تحوي أحد أكبر حقول النفط في سوريا وينتج قرابة 30 ألف برميل يوميا هي كمية كبيرة من الأموال بالحديث عن أبار النفط أستاذ صهيب ما هي أعداد الأبار إن كان لديك أي معلومة في هذا السياق عن التي يتم تضمينها للمدنيين أعداد الأبار الصغيرة هنا نقطة مهمة جدا لا يوجد عدد تخيلوا أستاذ أحلام أنه لا يوجد حتى اليوم منذ ظهور النفط في دير الزور وفي المنطقة الشرقية عموما عدد دقيق لأبار النفط يعني فينا وأخرى نشهد مقاطع فيديو تظهر بعض يعني آخر المقاطع كان لشخص مختص أو خبير في مجال النفط من الجنسية المصرية يمشي في بادية دير الزور عنده نبع للنفط يعني المنطقة غنية بالنفط لكن الحقول الأساسية هي حقل العمر التنك العزبة الورد أيضا حقل الأسود وغيرها وهناك مجموعة كبيرة مئات الأبار كما تفضل زميل سعد حول هذه الحقول الأساسية أبار صغيرة ويتم تضمين تقريبا نحو 40% من كامل عدد أبار النفط لأشخاص موجودين في المنطقة أو قرابة ذلك أيضا سعر برميل النفط اليوم يباع ب70 إلى 77 ألف ليرة سورية للبرميل الواحد بالإضافة أيضا إلى سعر آخر يقدمه مجلس دير الزور المدني التابع لمجلس القسد للأهالي يباع بسعر 17 ألف ليرة لكن هذه النوعية تعتبر أردأ وأسوأ النوعيات أيضا هناك مبلغ يدفع بالنسبة للاستثمار أو تعاهد أبار النفط مبلغ 45 ألف دولار تقريبا يدفعه المستثمر أو الذي يريد تعاهد بئر النفط وله واردات النفط من هذا البئر أيضا كيف يتم النقطة أخرى تحدثتم عنها كيف يتم نقل هذه الثروات بالحديث عن هذه العقود يا أستاذ صهيب هل هذه العقود محددة بفترة زمنية؟ يعني محددة بفترة سنة بالنسبة للمدنيين الموجودين في المنطقة ممن يرغبون باستثمار الأبار النفطية لكن هنا نتحدث أيضا عن نقطة العقود بما أنك ذكرتها أنا أرسلت لفريق عمل برنامج هنا سوريا عقود موثقة ما بين قسد وبين نظام الأسد وهي لفترة طويلة جدا وموثقة بشكل من حكومة نظام الأسد وهذه النقطة تحديدا تطرح الكثير من التساؤلات حول دراية التحالف الدولي والولايات المتحدة بالطبع لديهم معرفة بهذا الأمر إضافة لهذه النقطة سأعود إليك بهذه النقطة على عجالة أستاذ سامر يعني ليستثمر الوقت أكثر ما هي تكلفة الاقتصادية البيئية على هذا النوع من الاستثمار من قبل ميليشيا قسد وبشكل خاطئ لأبار النفط هل هذه التكلفة البيئية قادرة قسد على التعامل معها؟ لا لا أبدا التكلفة البيئية كبيرة جدا مثل ما قال ضيفك بأن هذه المنطقة تعتبر سلة جزاء سوريا يعني أكثر من بحدود نصف انتاج الزراعي سوريا وخاصة المادة الرئيسية هي القمح هي انتاج هذه المنطقة حقيقة الآثار البيئية ونحن شفنا كيف المياه المرافقة للنفط هناك طرق هندسية لمعالجتها قسد موغ يعني في شقة نقطين مو أنه غير قادرة هي غير قادرة غير قادرة ولا ما عندها إرادة لهذا الموضوع بالمعالجة تصرف هذه المياه بنهر الفرات نهر الفرات يعني في مشكلة صحية بتشرب منه العالم وهناك كمان مشكلة بيئية زراعية أنه كمان تسقى المزرعات منه والمياه أصبحت ملوثة بالنفط والكل يعني يعني اللي بيعرف أنه ضرر النفط يعني لما من فترة قريبة جدا لما تسببت إيران بباب المندب بتسريب نفطي العالم كله وقف لأنه هناك خطر يعني النفط ملوث دي رقم واحد للبيئة فما بالك ما بالك بالنهر الفرات اللي هو المصدر الريل وحيد بهذه المنطقة هاي نقطة النقطة الثانية موضوع المياه الجوفية يعني حتى النهر المزارع اللي ما بيثئي من سرير النهر لأنه أرضه مطقة على سرير النهر عنده أبار جوفية حتى هذه الموضوع يؤدي إلى تلوث الأبار جوفية هلأ هذا على المدى الطويل نعم على المدى الطويل وحتى أحد ضيوف الكرام بأنه ما جرى بالعراق مثال شاهد ما زلنا نعيشه هناك أراضي زراعية بالعراق أراضي قصمة خرجت خارج الإطار الإنتاجي بشكل نهائي من هذا الموضوع الآن سوريا أو المنطقة الشرقية طيب يعني بهذه النقاط أستاذ سعد يعني التكلفة الاقتصادية والتكلفة البيئية غالية جدا وبنفس الوقت تقوم قصد بتكديس هذه الأموال وبإرسالها إلى قادة قنديل على أقل تقدير لماذا لا تقدم بعض الخدمات لأهالي المنطقة نعم عقلية العمال الكردستاني التي هي تحكم تقريبا منطقة شرق الفرات تقوم على أساس الاستفادة من هذه المنطقة هي تدرك تماما أن نهاية وجودها في المنطقة سوف يأتي في يوم ما لذلك هي تسيطر تتواجد الآن في أهم منطقة اقتصادية في سوريا منطقة الطاقة في سوريا فتريد الاستفادة قدر الإمكان من ذلك بتخزين الأموال بنقل الأموال حتى من سوريا إلى جبال قنديل أيضا الاستفادة حتى من الخبرات البشرية المتواجدة في هذه المنطقة لذلك لا تأبه بالمنطقة ولا تأبه بالمدنيين أتكلم هنا عن المدنيين سواء من عرب أو كرد أيضا حتى كثير من المناطق الكردية لا تحظى بالخدمات المطلوبة هذه المنطقة هي الغنية في سوريا هي المنطقة التي تجري فيها ما يسمى حاليا عملية دورة اقتصادية من خلال استخراج النفط وأخراجه خارج المنطقة أي أن هناك أموال كل شروق شمس تدخل إلى هذه المنطقة هناك أيضا بعيدا قليلا عن موضوع النفط هناك نحو 120 منظمة عاملة في تلك المنطقة معظمها تحصل على دعم ومشاريع من الخارج تضغط بشكل يومي بناء مشاريع وأموات هذه المنطقة أيضا طرحنا هذا الموضوع على متابعينا على وسائل التواصل الاجتماعي وسألنا برأيك هل ستضع أمريكا حدا لتهريب النفط من قبل قسد إلى مناطق نظام أسد بنسبة 81% بتشوف أنه لا لأن تهريب النفط يحقق فائدة مادية لقسد بنسبة 19% بتشوف بأنه نعم لأن صبر أمريكا سينفذ قريبا من خرق قسد لعقوبتها على نظام أسد أستاذ صهيب تعليقك على الاستطلاع حقيقة أن النتائج طبيعية جدا خاصة أن كل هذه الأمور تجربة دراية من الولايات المتحدة هنا نتحدث عن عمليات تتم على مقربة من القواعد العسكرية الأمريكية يعني هناك خطين لإنتاج النفط أو لتصدير النفط تحدثنا طوال الحلقة عن شركة القاطرجي وتصديره باتجاه نظام أسد لكن بالمقابل هناك خط آخر وهو باتجاه إيران وهذا كان قد اتضح خلال العام 2018 ونشرنا عدة تقارير عنه أن هناك تبادل نفطي بين إيران وبين قسد عن طريق الحدود مع العراق يعني هذه نقطة مهمة أيضا بالنسبة لي أيضا واردات النفط وأؤكد على إجابة الضيوف الكرام لماذا هذه السرعة في عمليات إنتاج النفط وعدم الاكتراث بالنواحي التقنية وغيرها لأنهم يعلمون أنهم غير مستمرون في هذه المنطقة وبالتالي تتآكل مناطق نفوذهم تدريجيا ويردون كسب أكبر كم من الأموال من هذه المنطقة من مختلف أنواع المصادر ليس فقط النفط بالمناسبة هناك أيضا الجباية هناك أيضا الابتزاز عن طريق ابتزاز ذوي المعتقلين والحب الصورة أستاذ صحيب شكرا جزيلا لك سهيب الجابرة الصحفي في شبكة فوراد بوست من غازي عنتاب أشكر أيضا المحلل الاقتصادي سامر كاكرلي كان معنا من برلين والباحث في مركز الشرق للدراسات من غازي عنتاب سعد الشارع شكرا لكم جميعا بهذا نصل إلى اختام هذه الحلقة بأمان له ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا لكم جزيلا 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 لكم